مثال الفول بصوا مش من عد تطلع اتكلم لما بتهاجم بس لما بتهاجم من الناس بتتبعني انا دول بالنسبالي غالين عندي يعني فعايز اوصلكو حاجة صغيرة جماعة بخصوص اغنية هدلعني لتمر حسني انا ما بشوفش الكومنتات كاملة معرفش بسبب انه عندي حظرة على الفيسبوك وكم حاجة كده اصداع يعني وفيش ولا ربح ولا زفت ولكن سعب بشوف كومنتات وساعات لأ سعب بتظهر وساعات لأ فلما شفت لقيت ناس بتقول انت بقيت مجامل وانت واحد بقية في نوعية الناس انا ممكن اقول لا دب عليهم عادي جدا لكن انا بحاول ان انا تماسك يعني في ناس هجمت في ناس شتمت ومسحت الكومنتات وفي حد مسلا قال دي دائدني جدا حد قال لك ده اصلاعايز يعمل لقاء زي ما عمل مع حماقي وانا عملت مع حماقي قاصد يعني يعني هل مسلا كنا كنا مزبطين الدنيا يعني وكان اللقاء ده لايف زي اي حد ما طبقت لا اتكلمت واحنا عارفين بعض واعزمني على حفل الرجل ومفيش مشكلة نفس الكلام مع تامر يا جماعة انا بقالي تمن شهور ما باشتغلش مش تلاقي شغل مش تلاقي شغل يناسب خبرتي ما ينفعش اشتغل ما ينفعش انت تكون بتاخد اديك مثل صغير الف جنيه وده بتاعك تقدر تاخد الف ويجي لي شغل بمية جنيه وانا التزاماتي عليها تمنو مية جنيه فاهمين فانا لو واحد بطبل او لو واحد فاهمين بجامل كان اي حد بقى في ثانية شاف لي بقى في اي حد تشأليه لانه ده ده تابع انا مش تابع حد يا جماعة وانا حر نفسي ولو حتى حد بيحاول يساعد سواء حاول او بيحاول ده ده شكرا جدا دي لاي فنان يعني حتى ولو حاول او لو حتى اتكلم ولكن ده ما او ده ما مش معناه ان انا لما يكون عمل عمل انا شايف ومش حلو هقول يعني او ان انا هخب يعني تعالى ما ساعدني ماليش في الكلام ده فا يا جماعة انا قلت الاغنية عجبتني الفكرة لذيذة حلوة ما قلتش ان هي يا جماعة عملهاش حل خرافة يا لهوة هموت اه قلبي لا ما قلتش كده يعني يا ماشي فكرة حلوة عجبتني سيمبل فكرة السناجل فكرة اغنية مش شرط بقى كل واحد يعمل لي فيها محمد عبد المطلب ويطلع يقول لي بس الكلام مش عارف ايه واللحن ايه ويه العك طب نمت ننة طبعا مش بقارن روبي بتامر حسني طبعا بتامر نجم كبير جدا لكن نمت ننة طلعت قلت عجبتني جدا حلوة ليه متهاجمتش فها بس الفكرة كلها بس بلاش هجوم بغشامة من الناس اللي بتحبني وانا بحبها بقى كلان من الناس اللي بتدخل بس تاهي البدوة خلاص انا حبيبي مش بقى جمل وانا دخل فيلم تامر بكرة ولو وحش هطلع اقول وحش ولو في مشاكل هطلع اقول مشاكله ايه وايه مميزاته بس موضوع بسيط جدا قلت نخف شوية عشان مش دايما انا بكون كويس مش دايما انا هطلع لكم مبتسم والدنيا تمام وهتقبل اراء في وقت انت ما بتكونش احسن حاجة بس مش شرطة باين ده مش شرطة بقوله لكم لما حستها او مسلا مع ممضوح نصر الله لما حد قال له ده يعني اكل عيشك وانت مواركش حاجة فاضية للدرجات ان انت بتعمل لايف قال له هو لاهم وراح اقفل انت ممكن شوف ان هو ام ماص مش عافية انت متعرفش في الوقت ده هو عنده ايه في الوقت ده الظروفه ايه هو مش انسان قاري هو بيعيش وبيروح وبيجي وبياكل وبيشرب وبيتخاني ومتجوز ومخالب يعني فاهمين احنا بنقدمين يا جماعة فانا مش هتأثر بمجاملة حد ليا انا انا بقول رأي شخصي او غنية او عمل معجبنيش بقول والله لو لو الاخوي هقول هو في حد عندي بحبه اكتر من عمر ديابا في حد بحبه اكتر من عمر ديابا مفيش او بجابها لكم الاخر انا رجل ديابي لكن بحب الناس كلها عمر في حتة تانية لما عمر بيعمل اغنية مش حلوة بطلع او بخلاف ان الاغنية على صوته وصوته بيحل ايه اغنية لكن الاغنية انت بس هلأ عمر يعمل احلى من كده بكتير بس عشان بس يكون الدنيا واضحة اخدوا بالكوا يا جماعة في كلام بيضايق حتى لو انت شايفه بسيط جدا لانه في الوقت ده ممكن ما كونش انا احسن حاجة بس اشوفكم في فيديو جديد سلام